قبل ما موسى النبي يتنيح كان يشوع بن نون تلميزه فنقرأ في تسنية 31 فدعى موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لأبائهم أن يعطيهم إياها وأنت تقسمها لهم أنا خلاص أنا خلاص هموت ومش أعبر إلى أرض كنعان إنما أنت هتعبر بهذا الشعب وتديهم الأرض اللي ربنا أقسم لهم بها وتقسمها لهم وبعدين قال له إيه والرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب يا سلام يا أحبائي يريد يكون عندنا الكلمة الحلوة كلمة الدعاء دي يريد كل أب وكل أم وكل كاهن وكل خادم يدعو لإدعي لابنك وإدعي لبنتك وإدعي لكل ولد عندك في الكنيسة وكل بنت إدعي من قلبك قول للرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب فاكري أحبائي سنة ألفين وواحد أبريل ألفين وواحد أو نهاية مارس ألفين وواحد وبداية أبريل كان قدست البابا الأنبا شنودة اللي ناح روحوا كلفني بمهمة بمهمة مهمة جداً في أمريكا خاصة يعني كانت مهمة مهمة خالص خاصة بالدولة يعني فأنا فاكر وأنا بسلم على سيدنا يعني كانت الطيارة في الفجر وأنا بسلم عليه بالليل فأنا سجدت وصلى لي مهمة كانت صعبة جداً وربنا يعني وفأ فسعيتها قال لي الآية دي قال لي موسى قال لي يشوع ابن نون الرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب يا سلام أنا عايز أقول لكم يا أحبائي أنا امتلأت طمأنينة تماماً مشيت وطول الأيام اللي أنا أعطاها في الرحلة دي كانوا خمسة أيام وأنا فاكر نبرات صوت سيدنا وهو بيقول لي هذه الآية اللي قالها موسى النبي ليشوع ابن نون قال لي الرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب يا ريت يا أحبائي نقول هذه الكلمات الجميلة كلمات الدعاء اللي من القلب لأولادنا وبنتنا وحبيبنا الرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا ترتعب الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام طبعاً قوة هذه الآية وقوة هذه الآية من فم من قدس البابا شنودة كانت ليها وضع آخر إنما قول الآية دي لأولادك والبناتك وادعي من قلبك هيكون لها تأثير برضو قوي جداً الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام